السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في تحليل كانت اليوم الاربعاء على الميسلايد في الرينيو اه كورسة تكون في الرينيو اه في البرومير كورس كاول كورسة تكون في الرينيو اه يوم الاربعاء في القرون الناسيونال دي تروبالي تيرف الايطاب طلق معشرة يعني يبقوا تقريبا غايبقوا اللي غجريها دي غايبقوا فقط خمسة ديالي زيطاب اه اخير كورسة غتكون في البرومير كورسيونال دي تروتس غروب ترواتس عين الف اورو 16 عود تيغان غايكون ما شافر كورد ادروة على كل حال الاخوان الكاتيجوري كاينة عند اي فيتا مادريك اللي غير كبعليها اليكساندر ابريفار في ميلادية 8 سنين كين هاريبور دي الوزير دي ليو ابريفار كاصغر عود في البرومير بوتو معلومة اصغر عود في البرومير بوتو هو اللي كيربح لا كورس هو اللي كيربح لا كورس في حالة ميلاد دي سكريفة دونك هاريبور دي الوزير اصغر عود في الكورسة دونك غانيو او دي سكريفي اما غانيو اما دي سكريفي استان اوف ماي لايف الرقم 3 ايريك رافان العود اللي جاي من الكابورغ كان جاي من الكابورغ غانيو الرقم 4 غي دير البلاكي فيلي بلوكان نوعا ما تبقى شوية مشكوك هذا الرقم 4 الخمسة هيكون بعيد وخم قربين والصحافة دير الجيني كورس السيس غيكون في البييج مع الانز ومع الان ومع الديو السبعة تبعود دي البازير تندن بريباراسيون في المونتي بريباراسيون في المونتي الويت تندن عود اللي مزيان في القران ناشيونال دي ترات تسعود غيكون تاني اصغر عود ولكن عندو الرنداج غيكون عن ربما صعبة اللي تيقفي يزيدو دريمر دو شينو هاد العود غيكون داخل في البرونوستيك لانا وشارك معهم في القران ناشيونال دي ترات في الشاتو بغيون كندرنا فيهم دونك ربما يرجع الانز في هاد هو القران فافولي دي اللا كورس جون ميشيل بازير هونغر ديال سبعة سنين دو شر دو شين العود اللي ولا ريقي اللي من بعد كان جاي خاسر في خاسر في خاسر مشال كان سور مير دار لفكتوار ودار كاتر يام فو حد لبري اللي هو ما بأس به نقولو بري عادي التريز جانكو دي بوغاج عود غادي نرشحو يدخل في البرونوستيك الإخوان كذلك جانكو دي بوغاج عود اللي كي يخسر كي يخسر كي يخسر وإن مرة كيدير لعا سوربريز دابات روازيان بوتو فيه الكاش دوريب والسبيل الرومان والإطوال دو برييري تنظن صعيب 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 عليهم بزافة الخيول إلا كان غايجي شي واحد غايكون الكاش دوريب لأنه هو أصلا كي يكون بفيري وكي يجي عكس الكنز وعكس السيزم اللي تيكون بفيري تلقاه صعوبة الكاش دوريب العود الواحد اللي غاديكون بفيري في الدروازيان بوتو ربما غايك قدر غادي دير واحد المجهود لو صل رأي يادك ما صلش رأي يادك على كل حال 11-6 11-6 فار 7 فار دي ديو مني رقم 6 دي الويليام بيجو يعني 11-6 الباري تير في عطيه هم بربعة 11-6-2-1 11-6-2-1 او لعطيه في الباري تير في 11-2-6-1 11-2-6-1 انا يقول لنا اللوشيك ديالها اللوشيك ديالها is 11-1 او لعطيه اللوّول مع الرابع او لعطيه الثاني مع الثالث يعني الثاني مع الثالث هي دو سيس واللوّول مع الرابع هي 11-1 الخمسة عطين وفافوري مكندن شرط الخمسة باتاتن إيشتاو ماللايف رقم ثلاثة مشكوك شيشوية رقم ثلاثة وخاف راك نيفار طيز راهي تلعب الإخوان دونك الإخوان الشفرة ديالكورسية 11-6-2-1 11-6-2-1 لوجيك 11 يجرم على الأن والدو يجرم على السيس هادي تندن لوجيك دو لما ديس كاليفاش غادي تغلب على الأنس أكيد بالنسبة للأوتسايدرات ديالكورس كين لويت والكاتورز والناف والديس والكات كين فقط ثلاثة دياللي طوكار كينين هنا كين الرقم ثمينيال اللي غادي رتحه بقوة وكين دريمر دوشينو الرقم عشرال اللي مشا معاهم في الشاطو بريون وكان درنا فيهم هادي معاكسة الميسلاي دونما تتكون معاكسة شي شوية في هالة ليندروازوينة مشي الشاطو بريون صعيب شوية الحال يقدر الرنداج يطلع دونك لويت والديس العود اللي يقدر عندو حد نسبة دير 30% ول40% قدر يبلاصي هو الكاتورز كاشتوريب وخادر آخر كورسة دوزية بالنسبة للي بلي رابيد أو لدير نير بينيت هو رقم ثلاثة هذا هو رقم ثلاثة واللي كان ربحت رقم على النمرة الثلاثة في الكابورغ اللي بقى عاقل على الكابورغ اللي كانوا ندخلو جوز كانوا يكزيكو كان الواحد ديال بارح اللي كان دار سانك يام وهذا تروى كان مشامها كما كتشوفوا الواحد ديال بارح هو اللي دار قانيو قوت دو هولبي هو الواحد ديال بارح وهذا التروى هو اللي كان ضرب على النمرة الثلاثة ندخلو كذاك را جاو لكين جا سانك يام بلاس تندن وما عادو وما عادو بجوج ثلاثة ديال يوم الأربعه والواحد ديال البارح وما عادو بجوج كان جامعهم تريز تروازيام وكان جامعهم الكات كات ريام بلاس على كل حال الإخوان الاختيارات فين هذا تكون تكون عند العشرة الإخوان في اللي طوكار والويت هما الأولوية ديال لي طوكار ديس ويت ديس ويت هما الأولوية ديال لي طوكار دونك الإخوان اللي عندو شي حاجة فدلاباز هاد ربعه ديال الخيل هما ربعه ارا ما غيرت لقاوش بربعه يقدروا يجيو ثلاثة يعني تقدر تجي ديك أولى 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 أول محبينا عن 3 تريز دوز خليه مر إكس لا تعودوا عن النسبة كبيرة وإنما كانت ممكن تبازيه بالويت الويت هو الذي يمكن تبازيه في دوز يانب بوتو مع فرانسوالا قوديك تكون أمفور مع هذا الجوكي هذا كذلك دريمر دوشينو رأى العشرة خاطير هذا العود جاي خاسر في الفانسنج جاي خاسر بزاف الأوريجين دير التيموكو هو أصلا هاد العود اللي يمتي يدخل الفانسنج يكون عند جون ميشي البودوان جون ميشي البودوان دريمر دوشينو عود غني عن التعريف تيربحهم كاملين كما كنشوفو 75 كندر في الراس الكنز كندر 5 يام 3 كندر 6 يام عود يستحق المغامرة واللاعب يعني هنا كنتغلب على العشرة كنتغلب على لويت كنتم شبتلاتة إيري كرافار كاذا كنتم تبدلوا ما بي التيران والتيران هنا يا عوديني كنتخل معا دوشير دوشين معا مالو دوز والعشرة ترواز يام و لويت كان دار كاتريام يعني عود يستحق أنه يتلعب هذا العود على كل حال الإخوان غادي نحاولوا نساء الله ندروا شي وقيتان نضع لي على هذلك دوز مع لويت يعني كانوا بشوف كاتيكوريلي في الكورس أ نحاولوا نقللوا على الليباز دونا الليباز راتها تكون تما عند مئة في المئة مئة في المئة غا تكون عند اللي اخدا جوجد الخيل دي ودخل عند اللي ومشار عند اللي توقار غادي يتخلص يعني اليوم كانت عندها ناف اين يعني الناف والل الان والديس والسنك يعني جات ناف سنك انديس درت اوت خرجت من من الكانتي دونا غدا اليوم الاربيع عاطينا انز دو وعاطينا سيس اين سيس اين دونا الإخوان لا فائدة في التكرار في البرانوستيك سنظرنا الإخوان بينا يعني جيني كورس عاطينا انز سيس يعني واحد الباريتير فعاطينا انز دو واحد دونك اما انز اين هي اما دو سيس إلا جات دو غادي ادي دي لا فيكتور ديالو هاتي لكينا إخواني تحياتي لكم خليت لكم الرحاة ومع السلامة شكرا شكرا